دي جانت بالفعل أهم المباراة الموجودة في الدوريات الأوروبية وإن كان أهمها على الإطلاق القمة التي تبقى موجودة في الدوري الإنجليزي والقمة السرية زي ما التقرير وضح بين فريقاء تشيلسي ومانشستر سيتي الحقيقة تشيلسي الأداء اللي بيقدمه مع تومس توخل والاعتماد أيضا على طريق أنه بيلعب بثلاث لعبين مدفعين وأيضا في وسط الملعب بيستغل لظهرة الجناب بحيث أنها تدي تدعيم الكافي لي لعبي خط الوسط وأيضا لعبي خط الظهر قدت قيمة كبيرة جدا لفريق تشيلسي والحياة حقق العديد من الانتصارات كان أهمها حصوله على دوري الأبطال الأوروبي بالإضافة طبعا إلى الانتداب الجديد اللي حققه الفريق مع واحد من نجوم الكرة الأوروبية وهو لوكاكو لدي قيمة أيضا كبيرة جدا لفريق تشيلسي في النواحي الهجومية ناحية تانية منشستر سيتي وعملية الروتيشن حالة عدم استقرار كبيرة موجودة داخل الفريق وزي ما قلت لحظاتكم الهزيمة في المباراة الافتتاحية كانت هزيمة مفجأة أمام توتنهام وأخيرا أيضا التعادل السلبي في الجولة الماضية الجولة الخامسة أمام ساوس هامتون كانت حطت بعض الضغطات على بيب كورديولا عشان كده النهاردة مباراة تكون قوية جدا وهي قمة مباراة اليوم في الدوريات الأوروبية ترجمة نانسي قنقر